عين بوراس قرية فلاحية تأسست في أهد الرئيس هوريب مديا في إطار سياسة الثورة الزراعية ومنذ ذلك الأهد تم تسوية عقود الملكية لغلب سكانها لتبقى مجموعة قليلة دون تسوية يوم ما جينا نهضروا على مشكلة تسوية عقود سكانات لرأي عاني منه مجموعة من سكاننا مقدر بحوالي 33 مواطن يعني كل خاطرارهم يجدونهم العقود ويعدوهم باش يسوولهم الوضعية لكن الحد الآن ما زال ما شناولوا مع العلم كين فيه آق من قبل استفادة من العقودة الملكية طلعنا النائب رئيس المجيش شعبي بلدي وراح قلنا احنا ما عندنا حتى دخل نقارعو كاشقانو جديد باش يخرجكم العقود احنا اظرك رأي عندنا من 2013 نقارعو اظركوا لازم مننا حل من حقنا احنا احنا اظركوا من حقنا عقود الملكية لازم نطلب هذه رسالة لسيد والي ولاية معسكر لازم تسوونا الوضعية الميري اللي يجي يوعدنا يقولنا خلصوا ونسويةكم الوضعية كل خطر يوعدنا بالوعد ويعود كذبة وهي الريشيمبوية تاع الحلاص لنا مخلصينهم هي 12 مليون 6 ملايين زوجي ملايين مليون وشي على كل خطر خلصوا حلاص يوم بعد نخلونا بالحلاص ونسوية مكش احنا يروع عن خبرك احنا رأنا كل عام رأنا نعانو هنا يتاعين بوراس كاللي شكورة تحليبو مصابة بيشريها والسكنة طاحت طاحت هذي باربة هذي مش ابريك ونطلبوك مش شاف دايرة هذي الريساق شاف دايرة اجي تشوف سكانيك اللي راهم طايل حين احنا يعرفونه يبكرا في هذي ساعة كانت 124 ساكن باعوا 96 ساعت سكنا رأت مشي علينا من 86 كرى اللي حتى اليومنا هذا حانا بعدها سكنا تاعي رأي بطيح 16 ميتر ما فيهاش بيلي طلب من رأيس البلدية يدير معنا حل قالوا لي 350 زيدهم 50 بيهنسلك منهم هنا كل الترابو خمسة وثلية هذي عام كرياو احنا بلعطاهن المير اللي فات وراهم تسوونا كل شي بورقينا بكو واخدنا كيجا المير هاذا روحنا عندها كزيارة كلمة الاولى اللي انطق بها المير هاذا قلنا لو كون جيت على المسؤولان نقلع حق هودنا عشاف الدائرة قلنا نتنا بلي رايكاينة 14 ولا 15 خمسة هذي ما عنديش كي ندبرها رأهم يقولوا نا بلي لغيناها أنا نطلب من سيد الوالي الوالي يدخل في هذا العشرين ويعاني سكان القرية عزلة غير مسبوقة نظرا لعدم توفر شبكة الهاتف النقال للمتعاملين الثلاث يعني من غير المعقول احنا في سنة 2022 هذه القرية ما عندهاش موبيليس نقولوا لو انت يا موبيليس ولا جيزي ولا اريدو أنا رحت عند السيد مدير وكالة موبيليس وكتبنا له وكشي وها هو هنا الانشغال وها هنا اللي كتبنا للأخرين وها را هنا لغريم وتعاه كما يطالبون السلطة المحلية تزويدهم بشبكة الغاز التي تمتد بمحاذاة القرية مدير الطاقة رحم مشكور اعطانك لتصنيف اللجنة الولائية مارس 2020 وقال لك منطقة عين فرح وما جاورها قاعد اقليمتها منطقة البنتيس طريق البلادي اللي يربط عين بوراس بلدية عين فرح والطريق اللي راه أمام المدرسة العربية راه صارت زوجت على الحوادي ثم وهدارنا ولسنا رئيس الدائرة وقلنا لهم لازم ضوضات ولا حياته لما تنادي وانا نحمل رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين فرح ورئيس القسم الفرعي بتاع الأشغال العمومية بدائرة الأبطال أي حادث غادي يسره الله هم يتحمل المسؤولية بالنسبة للمدرسة العربية راه كان واحد الحيط فيما احضرنا معهم ورانا مصورينا ورام ديالوا لواحد السياجة كوشي بل صح ما يكفيش احنا نمنا تعد دوار نباب شق رأى هم قوى في اللحم العموم قوى في إنسانهم نحن يأخذ هذه القنطرة رأى كي يحمل الواد أولادنا ما يقرأوش عنه المسكيخ السرفير أنني لم يحصل على أطول نجا درنا على 10 كيلومتر وقجبنا لولداتنا كسرة السيد الوالي هذه القنطرة نحن نحلم بها جدودنا وماتوا وحلموا بها ابواتنا وماتوا ورأى نحلم بها وما زال ما داروا نوالو وتبقى مطالب وحلم سكان عين بوراس بيد المسؤولين وتتناقلها لجيال جيلا عبر جيل ولن تزول بالتقدم لقناة الأنيس عبدالقادة البطالبي